أصيب 21 مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات باب الأصباط في القدس المحتلة إثرى قمع واعتداء قوات وشرطة الاحتلال عليهم وأوضحت جمعية هلال الأحمر الفلسطيني أن من بين الإصابات 15 إصابة بالرصاص المطاطي حيث تم نقل 6 مصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج جراء إصابتهم بجروح ناجمة عن أعيرة مطاطية وجراء الاعتداء عليهم بالضرب المبره